جميلة بشكل حدول لغاية دلوقتي صومت معانا هنكمل مع أستاذنا الدكتور مصباح هنتكلم على اليوز أو فيكسيد دوز كومبينيشن in management of type 2 diabetes سامبوزيوم شركة بورنك فهل البطل ده يبقى إنسان هل البطل ده يبقى دي رجزة اللي هنتكلم عليه ما مش عاربين بس ما هيش بطولة عموما يعني أن احنا نعادكم كده وننسلبكم كده يعني لشان خاطر الصحب يعني وبرضو دي يعني بس مكره أخاك لبطل السامبوزيوم ده السامبوزيوم بورنجرين هايم ومشكرهم جدا على التاحث الخرصة لي للكلام الحقيقة نغير شوية بقى يعني الدكتور فريد الحقيقة يعني قالت حالة هو ليه تكلم على هو ليه تكلم على الانسولين وتكلم على الحاجات دي لانا استعمال الديبي بورنهابيتورز مع الانسولين هيقلل مشاكل الانسولين هيقلل للدوز والكلمة اللي انا دايما نقولها ان الادوية تتكامل ولا تتعارض وده اللي هنشوفه في الفكس دوس كومبنيشن اللي هو هيبقى السين جوردي او مع المشكلة اللي عندنا هي مشكلة عدم الضبط كلنا مقرين انه معظم المرضى يمكن تلتهم واحد اللي بيتضبط ده مش عندنا بس ده عندنا وفي كل مكان طب ايه السبب السبب هنلاقيه ببساطة خالص في الانيرشيا اللي موجودة عندنا والتأخر هذه الانيرشيا في الانتنسيفيكيشن بتخلينا دايما نعرض مريضنا لمشاكل كارديوفاسكولار كتيرة جدا ولا نستطيع بعد كده ان احنا نصلح لاتكسر الحياة اما يجيلك المريض احنا علمنا مريضنا حاجة علمناه لما يخش عندنا ما يقولش شكوته يقول لنا باخد ايه يقول لك انا ماشي على كذا هو هنا نقطة مهمة جدا انك انت تقول له انت مش جاي علشان اغير دوة انت جاي اللي علشان اغير سلوك لو ما غيرتش سلوك تعاملك مع السكر لن تحقق اي نتجة ايجابية لنا ولا انت وانت من ناحية تانية وانت بتغير سلوك لازم سلوكك انت يبقى ماشي في الطريق السليم مش تعيب عليه هو في الانيرشيا وانت متأخر بتقدم رجل وتأخر رجل علشان خاطر بتقول ما العيان مدام متعود على ده خلاص خليه متعود على ده علشان خاطر هذة امور تمشي لانه بتاع الانتنسفكيشن ولو حتى لفترة صغيرة بيؤدي الى هذه الدراستيك كومبوليكيشنز اللي احنا شايفينها وطبعا جزء من الكلينك اللي نرشي علينا وجزء على المريض وده مش وقت تفصيله الا لاننا علشان نقول ارجوكم تبعادوا عن الانيرشيا ارجوكم تاخد قرارك بس بناءا على معطيات اصرف شوية من الوقت مع مريضك واعرف الديتيلة الهيستوري واعرف عاداته واعرف الستايل بتاع اللايف بتاعه وبعدين بعد كده امضي بعزيمة على انك انت تغير الواقع القليم لانه مشكلة المشكلة مهمة جدا بتأثر على الادرنس والدكتور فريد اشار اليها لما قال انه احيانا المرضى اللي بيتوقع منهم انهم بياخدوا دواء كويس دواء تاني يحقق احسن منهم عكس ما هو موجود او عكس ما هو مفترض من الميكانيزم ليه؟ لانه الكمبولانس هنا كلما تعددت الجرعات كلما قل الكمبولانس وكلما قل الكمبولانس كلما قل الادرنس ولما يقل الادرنس خاصة ديوتو هتبص تلاقي ان الامور بتاعت المريض سائد بالنسبة للكومبوليكيشنز والكنترول وحتى الهوزبتال ستايل فاصبحت الامور بالنسبة له وبالنسبة للمجتمع اكسر كلفة وعلشان كده لابد ان احنا يبقى عندنا استشراف ليه؟ ان احنا نعمل كومبنيشن سيرابي اللي هيا كانت بتكلم على اللي كان بتكلم عليه الدكتور فريد الفيلداج ليبتين مع اللي جات قالت اه ده لازم يحصل كومبنيشن سيرابي وهو ده لوجيك لا يوجد دوة واحد يقدر يزبط سكر على فكرة لوحده انما الكمبنيشن سيرابي مهم جدا لان انا عندي ديزيز ليه؟ ملطبول باس وفيسيولوجيكا الميكانيزم كيف يمكن ان هذه الميكانيزم كلها تبقى ادرسد بدوة واحد ما عندناش ده والله لو عندنا ده كنا يعني ما عندناش ده لا في الدوة ولا حتى في الناس لانه كل واحد ليه كابابلتي معينة يقدر يتعامل فيها فعشان كده الكمبنيشن سيرابي ده مهم جدا وده اللي بيحسن الادهرانس ومدام تحسن الادهرانس لازم هتتحسن النتجة بتاعتك عشان كده السنجل بالكمبنيشن ليه الادفانتش كلها لحضراتكم شايفينها يكفي انك انت لما تقارن بين سنجل بالكمبنيشن وبين الدواءين دولة لو اتاخدوا حتى هم هم بس كل واحد اتاخد لوحده هتعرف الفرق الكبير اللي موجود ما بينهم وده اللي احنا بنقول عليه انك انت انه سواء من ناحية اللايف ستايل موديفكيشن او او كل دي ملطبول كل دي ملطبول مفردات كتيرة جدا عند العيان لازم انك انت تختار التول بتاعك على اساسها طيب الادهرانس كنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين كده انه انكريز الادهرانس ده بيبقى مصحوب في الهيموغلوب وده طبعا محدش يجادل في هذا الكلام ده كل ما العيان بياخد دواءة في انتظام عشان كده ارجوك لما تلاقي عيانك مش مزبوط وانت عامل كل حاجة ومتديله كل حاجة لوجيك اسأله هو منتظم على العلاج ولا لا هيطلع مش منتظم اقول لك اصل والله هو انا منتظم بس من اسبوع مش عارف سألت على الدواء فلقيته مش موجود او خلص فقلت هجيبه او انا قلت لما انا هجيلك ممكن تغير لي كل ده بتبع نان ادهرانس انما لو في ادهرانس هتلاقي النتيجة واضحة جدا وجالية وعلشان كده سينجاردي ده بيقدم حاجتين بيقدم انكريز في الفيكتيفنيس لانه ادرس مالطبول باسو فيسوليجيكال بين الاسجيجي اللي هو كان في ظهره اعظم دراسة في تاريخ الديابيتس بعد اختراع الانسولين اللي هي الانبريك وفي نفس الوقت مع المتفرمين ومين يتكلم عن المتفرمين مع الانوناتن كينجدام برسبيكتي في ديابيتس مين يعاد المتفرمين حتى بعد كده يبقى اذا الاتنين في واحد دولة وخلي بالكم انا دايما اتكلم اقول غير البرايس هو ثمن الدواء هو ما يمنعه الدواء من تداعيات تكلف المريض اضعاف اضعاف تمنه ما افتكرش انا في البرايس واسترخص ويقع على المريض بتاعي عشان يعمل ليزر بكزا ولا يروح للجماعة بتاع الكارديولوجي رباني يفتح عليهم في الاساطر بكزا ولا يحصل له ولا يحصل له مشاكل في الكلة ويخش في الدهانيس تقاس كده ماذا سوف احقق من هذا الدواء وانت بقى وشطرتك وبالتالي انه زي ما قلنا لما جام يعملوا المقارنات دي كلها زي ما حضراتكم شايفين ويقارنوا سواء كان اتناشر ونص ولا خمسة وعشرين والمت فورمان اذا كان الف ولا اتنين ولا خمسمية والاتنين مع بعض كانت النتيجة في صالح ان الاتنين مع بعض وده جزء منها كان راجع للكمبليمنتري ميكانيزميس وراجع للأديرانس زي ما حضراتكم شايفين كده هو واضح جدا ان السنجار دي ماذا فعل حتى لو عندك هيمجلوبين اي وان سي في البيزدلاين بتاعه عالي ده بالعكس ده بيحقق فيه اكتر من اي حاجة منفردة وزا ما احنا شايفين كده انه واضح انه حتى على مستوى الاثناشر ونص الف مش بس الخمسة وعشرين ان الامور متحققة وديوره وسستينت وده مهم جدا في الدواء انه انا ما اقعدش اغيره كل شوية البوديويت خلاص طلعت دلوقتي تيمة يقول لك العيان ما تكتب لي الدواء اللي بيخاسس انا عايزة الدواء بتاع الدهون وهم مش عاصدوا على على ولا قصدهم عايزين الدهون اللي في الهانش والدهون اللي على البطن وانه ميخسوا اصبح دي سما طبعا جزء منها راجع للبروموشن بتاع الشركات ان الدواء ده بيخاسس بس هو ليه جزء في الحقيقة ليه جزء في الحقيقة واحد منهم مش بس الانرجي اللي هي بتبعى موجودة وتتصرف ويبعى فيه لوكالوريك ديفيسيت انما واحد منهم ايضا ان انا ما عنديش هيبو جليسيميا فالعيان مش كل شوية يأكل فيزيد فمهم جدا جدا ان انا اعرف القدرات بتاعت الدواء اللي انا هديه علشان خاطر امنحه لمريضي يبقى كوست افكتيف كوز اف كورونيك كيتني ديزيز هايبر تنشان انما احنا مازال عندنا ايضا في الهايبر تنشان كورونيك ارتري وكورونيك ارتري ديزيز كونسيرنس كتيرا جدا اه تخلينا نروح ناحية دولة ناحية السن جاردي والمتفورمن اه وعلشان كده لو تبصوا للدراسات دي هتلاقوا الانبريك فاردة جناحاتها على كل الدراسات الهادواء التانية مش مش وحشة ولكن انا دايما ابص هل ان انا بحقق الاوت كامز دي كلها ولا بحقق واحد ولا اتنين ولا ما بحققش فطبعا مهم جدا جدا وانا بعمل حسابي ان انا يبقى عند الدواء افوردابل افليابل افكتف افشاند ده مهم جدا وده ممكن واحد يقول ما الافدنس بيست دول هادلوهم مجموعة من الناس يجابوهم وحطوهم ها في الموضوع ويتعاملوا معهم تعامل خاص وكانوا تحت المنزار طب ما خلينا نشوف الريال ها هنلاقي انه انه الريال مهمة جدا في انه في الريال سطادي هنلاقي ان النفس النتائج ماشي يعني ما بلاش يعمل حاط وانه في الريال سطاديز كانوا جربوا كمان اللي عملين نقول عليه من زمان مالين نقول اخواننا الادوية لا تتعارض ولكنها تتكامل من سنتين تلاتة اللي منكم كان حاضر كان مؤتمر هنا في الغرداء وكان بتاع ازهر الصوت وانا قلت محاضرة على الاس جي لتو انهيبترز مع الدي بي بي فور انهيبترز وقلت هذا هو القادم وده اللي حصل الآن يتنافس جميع الشركات فينا اتطلع بس انا عندي واحد هقوله قبل ما اختم ده ارجوك اروح ناحية الحاجات اللي اتعملت عليها تجارب وكانت وكانت محكومة ما تحطش مريضك الا ازا اضطررت منما ما باش مريضي ممكن يبقى فورد ابو الليل البراند وانا اروح ناحية حاجة تاني لانه مريضي كريتي كان انا مش بقول ما نكتبش غير البراند بس فهموها على هذا الاساس اللي انا بقوله ازلون جاءز يور بيش انت كان افورد العيان بتاعنا والعيان بتاعنا عنده مشكلة كبيرة جدا في الكارديو فاسكولر فاروح ناحية الحاجات اللي لها افدنس بيز لنا مع الاس جي اللي تون هيبتر زلوها اللي هو اعتقد انه قدم حل وكان بدري عن حاجات كتيرة طبعا في الحاجات اللي مريضك ما يقدرش يبقى ولا هو ولا ده اللي هو مش موجود ما لا يدرك كله لا يترك كله احنا مسؤولين عن صحة الناس بس في نفس الوقت احيانا كتيرة جدا نروح الناحية التانية دون ما تاني الافدنس خلاص هي دي اخر شريحة الافدنس بيز دي ميديسين بيقول ان اللي هو اللي نجلبتن مع الامبك لفلوزين وده متوقع الحياة ده متوقع لانه كلها احنا ملينا نتكلم على الديبي بفور ان هيبتر زينا ودكتور فريد وكتير من الزمل هيجوا وعمدين نتكلم على الاستجير اللي تون هيبترس فمتوقع انك انت لما تحط اتنين فعالين مع بعض لازم هيبقى الامر بالنسبة لهم هي يحقق ده وعلشان كده بيبقى عندنا وعندنا سيفتي سواء من الرينا او الكاردو فاسكولر او السيمبليستي وفيوز وده اللي بيقدموا الكمبنيشن سيرابي سواء كان السنجار دي اللي هو الامبك لفلوزين مع المتفور من او الكاردو سنبي اللي هو الامبك لفلوزين مع اللي نقلبتن and thank you very much